مالي دولة بئيس الوزراء لو حضرتك تسمح لي في ضوء الشفافية والمصداقية التي أعلنت عنها الحكومة وفي ضوء ما أثير مؤخرا يمكن بعد التشكيل الحكومة الجديدة حول أحد الوزراء يعني نقدر نعرف من حضرتك المعايير اللي تم بناء عليها اختيار الوزراء الجدد في الحكومة طيب خلينا نتكلم يعني إزاي بيحصل هذا الموضوع إزاي بيحصل ترشيح للملفات بالتأكيد بيبقى بيشارك فيه كل المؤسسات المعنية في الدولة يعني بيبقى فيه توجه من رئيس الوزراء نفسه المكلف بيبقى أحيانا هو بيرشح عدد من الشخصيات اللي هو يعرفهم بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة وده اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيطلب في ملفات أخرى رأي الجهات اللي موجودة في الدولة وهنا في الحالة دي الجهات بتبقى بيعمل إيه؟ بتجيب تقييمات لمرشحين من كل المجالات وهنا بيبقى بناءا على الرؤية بنبقى عايزينهم سواء من جوة الحكومة نفسها أو من خارج الجهاز الحكومي وبالتالي اللي بيتحط قدام رئيس الوزراء المكلف سبقة الخبرة بتاعة المرشحين في كل وزارة احنا بنقراها بنشوف ايه هي سبقة الخبرة بتاعة هذا الموضوع لكن اللي يعنيني النهاردة في الملفات وأرجو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة جدا للملف اللي هو حيتولى مسؤوليته ودي كانت أهم شيء بالنسبة لنا أو بالنسبة لي أنا كرئيس وزراء أنا بقعد أبص واستعرض سبقة الخبرة بالتأكيد الشيء المهم للحالة اللي حضرتك بتقولي عليها وأثيرة الشهادات من الأول هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة اللي التأكيد اللي أنا بأكده لحضرتك لا هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات إنما هل هي معتمدة أو معترف بيها جوى المجلس الأعلى لجامعات المصري ده قول آخر لكن خلينا أرجع لحاجة أهم هل النهاردة ده بيبقى شيء شرط أساسي إن أنا أختار المرشح إنه هو لازم يبقى معاه هذه الشهادات بالتأكيد لا الأهم بالنسبة لنا الأهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي فالموضوع ده بيبقى متحقق أي شهادات أخرى ماجستير دكتوراه دبلومات دي بتبقى حاجات كلها بنعتبرها يعني شيء إضافي لكن المعيار إيه؟ وخلينا أتكلم بمنتهى الشفافية المعيار في ظل التحديات اللي بتبقى موجودة في كل مرحلة القدرة على إن الشخص اللي بيتم اختياره ملم بصورة كبيرة جداً بملف اللي هو حيبقى مسؤول عنه وعارف المشاكل والتحديات اللي موجودة فيه عنده رؤية ولا لأ؟ لكيفية اقتحام هذه المشاكل والتحديات وإن الرؤية دي ما تبقاش رؤية تقليدية وإن الأهم تكون عندها بعض يعني الأفكار الجديدة وقادر إن هو يتعامل مع الملفات وعنده مستهدفات واضحة بيقول أنا حقدر يتحرك في القضية دي بالشكل ده وحعمل دي وحعمل دي وحعمل دي واللي بنان عليها ده بحطه عشان أحاسم هذا الوزير لما يتم الاختياره على أساس إن احنا بنتابع بقى اللي هو قاله وهل قدرته على التنفيذ الخبرة العملية شيء مهم جدا الخبرة العملية في الأرض شيء مهم جدا 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 لإن أحيانا بيبقى الاختيار وأنا هنا مش باخد برجح أي جانب الجانب الأكاديم الواحد ومش كافي وبرده يعني بيبقى أحيانا القطاع الخاص لوحده مش كافي بالعكس أنا عايز يبقى عندي أحيانا مزيج من الاتنين مع بعض ولكن في أحيانا في الظروف بتفرض إن أنا عايز حد عنده الرؤية والقدرة إنه يتعامل بسرعة ينزل من تاني يوم عارف الملف كويس قوي حيتحرك فيه إزاي هو ده اللي أنا كنا في مرحلة دي ويمكن إحنا قلناها مبارح إحنا حكومة تحديات الحكومة الجديدة حكومة تحديات وبالتالي أنا محتاج الوزراء من أول يوم عارف الملف كويس حيبدأ يشتغل حيعرف يتواصل إزاي حيبدأ يحل المشاكل اللي موجودة في الملف بتاعه إزاي المعني بالحضرتك سألتيه مع وزير التربية والتعليم عارف كويس قوي الفجوة مكلمني الفجوة اللي عندنا قدي قال لي الموضوع مش موضوع نقص عدد فصول بس أنا أقدر أحل المشكلة بالطريقة الغير تقليدية واحد اتنين تلاتة اربعة حعرف إزاي يشغل المدارس القائمة بطريقة معينة حتعامل إزاي مع مشكلة المعلمين حعرف إزاي يتحرك في موضوع المراكز الموازية اللي احنا بنقول عليها اللي بتدي الدروس الخصوصية وضع رؤية كاملة قال لي أنا حعرف أتحرك إزاي في هذا الملف قابلنا واحد واثنين وتلاتة واربعة وبالتالي بيبقى التقييم أو بنحاول مع كل الملفات إن احنا بنختار الوزراء اللي قادرين ينزلوا بصورة فورية يتعاملوا مع الأزمة ويتقى إزاي يتحركوا فيها ويبقى من أول يوم يقدر يدي مردود إيجابي في الشارع هو ده كانت يعني الفلسفة إزاي إن احنا بنحاول نختار مجموعة مع بعضها البعض يتحركوا من أول لحظة لإنه يمكن أنا قلتها ما عندناش رفاهية الوقت ما عندناش رفاهية إن نقول للناس استنوا علينا أعبال ما نفهم الملفات ونجيب حد ممكن يكون يعني آه مؤهلاته كبيرة جدا ولكن في نفس الوقت غير ملم بصورة كافية بالملف فتبقى هي دي الفلسفة إزاي إن احنا نجيب مجموعة ملمة جدا بالمشاكل عندها رؤية واضحة وعندها خطة تنفيذية نوية تنفيذة عشان تحقق هذا الموضوع ده بصورة مجملة كانت إزاي إن احنا معايير اختيار المجموعة اللي موجودة وده بيبقى اجتهاد الأهم بقى أنا عايز أقولها لحضراتكم وأنا قلتها في الاجتماع المؤتمر الصادق إن التقييم هيبقى بصورة سريعة وحنقيص الأداء وبالتالي لن ننتظر فترة طويلة علشان نقدر نقول إن فلان نجح أو فلان مش قادر إن هو يتعامل هيبقى على طول فيه متابعة وتقييم سريع اللي بحيث إن بيمكننا لو حسينا إن فيه حد مش قادر على الإنجاز لأ نقدر نتدخل ونتحرك ونعدل ده اللي أنا عايز أقوله عشان نقطة تبقى مهمة جداً لنا كلنا اتفضل تبقى مهمة جداً لنا كلنا